السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في خناة امتبخ دارين نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير انتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم حرشة بعض الكلام التي تقلب الحرشة و تتحرس لها جربات طريقة هذه تطيب من الجوش ديال الجيهات ما تحتاجوش نهائيا انكم تقلبوها في نفس الوقت كتجفتية وشيشة وكتدوب فلفم نتمنى عنكم تجربوها و تنال اعجاب ديالكم اللي جرباتها تخليلي في تعليقات كيف الجاتة ما تنسوش تابنى فلاشين باش تسليب جديد الوصفات كذلك ما تنسوش اناكم تدعموني بلايك ديالكم و تبارتاجو الفيديو مع العائلة و الاصديقاء ديالكم فابقوا معي تشوفوا المقادر و طريقة تحضير و فرجة ممتعة فعلى بركة الله غادي نحتاجو بالنسبة المكونات عندي 500 جرام ديال السميدة الرقيقة او الا السميدة الخاصة بالحرشة كيس ديال الخميرة الحلويات ما يعادل 7 او 8 جرام اي ما يعادل معلقة صغيرة راس معلقة صغيرة ديال الخبز او الخميرة الفورية معلقة كبيرة ديال الزبدة قبصة ديال الملحة كاس ديال الحليب او الا جوش كيسان ديال الحليب بالعبار ديال كأس شاي المغربي او الا كأس العنبة و معلقة كبيرة ديال العسل ممكن اناكم تعودوها بسكر سنيدة غادي نجيب السميدة غادي نديره فحد الايناء او اللافل بانيو لحسب انتو ماء فين غادي تخدموها غادي نزيد معها كيما لحتيوا معايا معلقة كبيرة ديال العسل غادي نزيد راس معلقة ديال الخبز خمارة حمراء شوية ديال الملحة والملحة كتبقى على حسب الضوء ديال لكم معلقة كبيرة ديال الزبدة غادي نرم الحرشة ديالي مزيان غادي نزيد زيت الزيتون ممكن انا كون تديروا زيت المائدة ولا زيت الرومية اللي كان متوفر عندكم تقريبا ندرس 1 ربع كأس صغير ديال الزيت هنا ينقص واحد شوية باش غادي ندهن المقلا او باش غادي نرش المقلا وغادي نزيد الحليب شوية بشوية بالنسبة لها الغرفة هزلي جوج ديال كيسان ديال العنبا الحرشة كيخصا تكون خفيفة باش هكا ما جينا شيبسة انا دردك جوج ديال كيسان كيما لاحطيوا معايا كاملين غادي نخلطها مزيان غادي نخليها هكا تشرب واحد جوج ديال دقايق وهنايا جبت انقلة هنايا غادي نخدم في المقلة تقيلة ممكن انا كون ديروا المقلة ديال الطيفال دهنجا بزبدة رشيتها بسميدة اللي ديجا خليناها او اللي ديجا نقصنها من نصف كيلو غادي نرشي ديب شوية ديال الماء وغادي نوزع داك الكيمية ديال الحرشة او لدك الكيمية ديال الخالطة ديال السميدة فوق المقلاء كامل فالمقلاء راها كبيرة بحجم عائلي اللي بغا يدير مقلاء صغيرة فينقص من الكمية هنايا غادي نجيب داك السميدة او لدك السميدة اللي نقصنا غادي نرشها مزيان فوق الخالط تنغطي بها الحرشة كاملة فدلعتنا اراني رديت الفران كيسخن على درجة حرارة 180 كنقرصها مزيان تكي يرجع لي السطح ديال المتساوي غادي ندخلها الفران نشعل عليها من الفوق او من التحت في نفس الوقت وغادي نقلل البطاء لاقل درجة عندكم بالنسبة الناس اللي غادي يسوبوا في الفران ديال الجاز اما بالنسبة الناس اللي عندهم الفران ديال الدو فيديروا 180 درجة يشعلوا ايضا من الفوق ومن التحت غادي ندير فيها واحد تقبها كامل البسط باش تنفس لي باش تلقى الحرشة منين غادي تنفس ونعودو نتلاقا باش نشوفوها بعد ما نخرجوها من الفران اهناي الحرشة ديالين بعد ما خرجتها من الفران كيما لاحتي وكيفاش كتجي اهناي مباشرة بعد ما خرجتها اهناي قلبتا كيما كتلاحظو تعمل جيها الاخرى كتتحمر بنفس الطريقة وكتجي موردة ومدهبة انقطع لكم باش شوفوها كيفاش جات من الداخل وفي نفس الوقت كتجي فتيا ما كتجيش قاسها انتمنى تجربوها وتخليولي في تعليقات كيفاش جاتكم ما تنسوش تابونه فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم دعموني بلايك ديالكم وتبرتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم نهاية الوصفة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة